أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام لاستكمال هذه الحلقة المخصصة لمنحة 13 ألف دينار جزائري والأسئلة التي كذلك ترافق هذه المنحة من خلال شروط الاستفادة والوتائق المطلوبة طريقة التسجيل وكذلك الشروط المتوفرة والتي لا بد أن تتوفر في طالبي العمل من هم هؤلاء طالبي العمل؟ الجدد أم القدامى؟ ما هو ملف الإدماج الذي ينتظره كثير من عقود ما قبل التشغيل؟ وكذلك موضوع ملف الشبكة الاجتماعية ولما لا عقود المنتهية أو العمالة منتهية عقودهم؟ سنحاول أن نركز على كل هذه الأسئلة والتفاصيل ونغتنم فرصة وجود المدير العام للوكالة أو الوكالة الوطنية للتشغيل سي عبدالقادر جبل أهلا بك من جديد سيد الكريم شكرا قبل الفاصل سألتك سؤال مهم جدا تقضيره كثير من الجزائريين زوج يعمل والمرأة لا تعمل أو الفرق أو العكس عفوا الزوجة تعمل والزوج لا يعمل هل يستفيد كليهما من هذه المنحة؟ إذا كان الزوجان لا يعملان في الزوج يستفيد واحد فيهم من هو اللي يستفيد؟ تفهموا الراجل هو اللي يستفيد راجل يستفيد منها ولكن آي تفهموا واحد فيهم يستفيد واحد يستفيد واحد يستفيد ولكن واحد فيهم عنده دخل أو خدام لا يستفيد شرح لي أكثر يا أستاذ لأن الراجل يعمل والمرأة لا يعمل أو العكس المرأة تعمل والراجل لا يعمل يدعي واحد فقط لا لا يعملون لكن واحد فيهم يخدم لا يستفيدوا لا يستفيدوا في الزوج في الزوج لكنوا لا يستفيدوا في الزوج واحد فيهم يستفيد خلاص واصلت فكرة مئة بالمئة أستاذ بالنسبة للوتائق لأنه فيه يعتزمون لتحول بلديات هل يبقى يبداوي يوجدوا في هذه الملفات الخاصة في هذه المنحة أم لا فيه وقت معين؟ الملفات ما تطلب منه حتى يزور المنصة وتعطيه المنصة الموافقة باللي عنده الأحقية لإستفادة من المنحة ويكون عنده موعد على مستوى الملحقة المحلية للتشغيل باش يشوف الوثيق الوثيق كما قلت بسيطة جدا بالنسبة لمتزوجين شهادة العائلية وبالنسبة لغير المتزوجين ويزيد الشيك باري هذا ما كان الشيك مشتوب شك مشتوب ها 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 الوثيق ما كانش وثيق إدارية أخرى بسطنا العملية إلى أقصى حد أستاذ المنصة تفتح يوم خمسة وعشرين نعم والصب المنحة أول مرة لدارة الجزائر يوم ثمانية وعشرين مارس وقلت لي هذا هو اليوم التابت بالنسبة صعب المنحة نعم من خمسة وعشرين إلى ثمانية وعشرين شكون الناس هدول يدون المنحة نعم أول موعد سيكون ابتداء من أول مارس موعد بخصص هذا موعد بسك قلت لك يدخل المنصة سيسجل سيكون مقبول نعطيه رونديبو أول موعد سيكون أول مارس سيستقبل الفئات التي دخلت للمنصة وكانت مقبولة من طرف المنصة تستقبل من طرف المستشار التشغيل وهناك الملف الإداري الذي ذكرتم البسيط جدا وهو عبارة عن شيك وشاهدة العائدية بالنسبة للمنصة يعني أول موعد سيكون برميو مارس سيضرهم 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 تسجيل يتم تأكيد عليها على مستوى الملحقة المحلية لتشغيل من طرف المستشار التشغيل ويوضع الملف الإداريين يستفاد نهار 28 سيصب له مبلغ المنحة المقدرة ب13000 دينار جزائر أستاذ عبد القادر بالنسبة لهذا الناس يسجلون لأنه هذا سلوء استدراكي يسجلون في هذه المنصة الرقمية الناس اللي لحقه ست شهر اللي عندهم ست شهر وتوفر فيهم طالبي العملي أول مرة هل هذين يسجلون في البلاتفورم ولا مباشرة يديو درامان ولا يسجلون يسجلون يسجل اليوم ولا يسجل قبل اليوم ولا يسجل ست شهر قبل يجب يمر على المنصة لكي يستفاد من الماء يجب يمر على المنصة مهما ذلك يعني مثلا يسجل في العنام ومن بعد يدخل بلاتفورم هل هذا في خلال قل من شهر يدي المنحة يدي المنحة يدي المنحة حتى ولو كان يسجل نعم في يومين وثلاثة نعم وسط الفكرة أستاذ ربما فيه موضوع آخر قبل أن نحق المحور عن الإدماج تعطينا بعض التفاصيل فضل بخصوص هذه المنحة بعض التوضيحات نعم كما قلت نركز على حاجة هي أنه طالبي العمل لا يجب أن يتوفدوا بكثرة على مختلف الملاحق المحلية للتشغيل من أجل التسجيل يعني التسجيل هناك ميكانيزمات جديدة وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل وهي التسجيل عن بعد في منصة واسيط أونلاين ويمكن الولوج كذلك إلى هذه المنصة من خلال الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل كذلك ما لا يجب أن يروحه المختلف الإدارات الأخرى كالبلديات أو مؤسسة بريد الجزائر من أجل استخراج الوثاقة الإدارية لأن الملف كما قلت ملف بسيط جدا أستاذ البنحة هذه هل هي قابلة التي تجديد ولا يديها هذا الطالبي الشغل في عام ولا عامين وتخلاص ولا قاعدها تجدد كل مرة سيجل في بلاتفورم كل مرة يجدد الملفات تنفيذاً للقرار الصائب الذي أصدر أصدر عن سيدة رئيس الجمهورية فإن هذه المنحة هي منحة مستمرة إلى غاية حصول طالب العمل على منصب عمل دعم مدام في حالة باطلة يبقى استفاد مدام في حالة 10 سنوات يبقى استغلاء يبقى استغلاء نريح في داري وندد 13 ألف وكفى الله المؤمنين لقيتان أو لا بد أن يعمل يعني ما قلت في 6 شهر يجب أن يعمل لا يعني كتوفروا له العمل نريح في القانون الوكالة الوطنية التي تشغيل تلتزم بالبحث عن عمل لفائدة هذا المستفيد من المنحة في الظرف خياسي تقدر لك أن إدها في شهر وبعد الشهر المقبل أصابت له عمل وجهته تتوقف المنحة لكن في القانون لك أن نرفض توجيهين وعرضين للعمل سيتم توقيف هذه المنحة كذلك بالنسبة للفئات عديمي التأهيل الذين تحرس الوكالة على توجيههم في قطاع التكوين المهني من أجل إجراء تربص ميداني أو تكوين إضافي قصد إدماجهم بصفة نهائية في سوق العمل كذلك يمكن أن يترتب عن ذلك توقيف هذه المنحة بالنسبة لسوق العمل هنتم موجدين محضرين في الوكالة الوطنية تشغيل عندكم القطاعات التي تبعت لها ناس العمال أو طالبي شغل ناس لسفد المنحة هندبتم مخطط استشرافي على بلكم القطاعات التي تحتاج في الصحة في التعليم ما هي هذه القطاعات؟ نعم نحن قطاعات متعددة عندنا ما يسمى بتوقعات التوظيف السنوية لنتناقش معها مع مختلف مؤسسات الاقتصادية الوطنية والخاصة ومن خلال هذه هذه المعلومات الموجودة في مخطط السنوي للتوظيف وضعنا هناك بلوزنامة لعملية من أجل التكفل بهذه الفئة حسب عروض العمل المتاح أستاذ مثلا واحد عنده الماستر ويحضر في الماستر عنده دكتوراء يحضر في الدكتوراء ومسجل في العنام يدي هذا اللي من حوله لا يديش إذا كانت عنده طالب جامعي ما يقدش يسجل نعم لابد يكون متخرج متخفش لابد يكون متخرج وعنده شهادة شهادة تعليم ربما في أقل من دقيقات ديف لي في قضية المنحق بلما نروحو الملف الإدماج انتهى الموضوع نتمنى المشاهد الكريم قد استفاد من هذه نروحو الموضوع آخر أستاذ الإدماج مهم جدا تعرف أنه في إحصائيات لسنوات وفي مجموعة كبيرة من عقود ما قبل التشغيل تنتظر الإدماج أين وصل هذا الملف؟ هل ممكن تعطينا بعض الأرقام الخاصة بالذين استفادوا من هذا الملف؟ نعم حقيقة الأمر يعني مع بداية سنة 2022 عرف هذا الملف قفزة نوعية فمع نهاية سنة 2021 كانت نسبة الإدماج لا تتجاوز تعتاش بالمياه وحاليا هناك سبعة وربعين بالمياه تم إدماجهم بسفة نهائية في مختلف القطاعات وهذه النسبة مهمة جدا في ظرف قياسي لا يتجاوز شهرين فهناك تم إدماج أكثر من 164 ألف وربعمية واثنين وثلاثين منتسب لجهاز المساعدة على الإدماج مهم أستاذ بالنسبة لإدماج فيه بعض القطاعات سهل الإدماج فيهم ما كانش مطروح فيها ولكن فيه يعني قطاعات تلقى هذه الأسئلة وهذه التساؤلات يقول لك احنا عنا شهادات الليسانس آداب موجودة في كل البنصة في المتعليم وفي البلديات يقول لك ما زال ملحقتناش دورنا هل تمام قاصدين هذه الفئة بتإدماج يعني واحد عنده شهادة الليسانس آداب ويخدم مشرف تربوي في مؤسسة تربوية المؤسسة تربوية عندها مخطط تعامل عندها كما نقوله مناصب مالية ولكن يقول لك ما نقومش موفر عندي غير فقط 4 مشرفين وهدوك ما تدمجوهمش هل هذا الأمر أخذته بعين الاعتبار نعم هناك ما يسمى تعاون بين مختلف القطاعات في قطاع التربية مثلا كي ينتشبع في هذا الاختصاص يمكن تحويله إلى قطاع آخر في نفس الولاية في قطاع الصحة مثلا أو قطاع رياضة يعني هل الوكال الوطني للتشغيل ملتزمة بإدماج جميع المسجلين في عقود ما قبل تشغيل؟ نعم هي ملتزمة وكان هناك نص خاص بتمديد عملية الإدماج إلى غاية سنة 2023 من خلال الإحصائيات التي قدمتها أظن أنه جد ومتفائل بعملية الإدماج هل هناك مخطط زماني؟ نعم مع نهاية هذه السنة سنصل إلى أكثر من 90% من عملية الإجمالة لكل هذه الفئة أستاذ فيه كذلك فئة مهمة هي الشبكة الاجتماعية اليوم بدأت تطرح التساؤلات كثيرة يقول لك خدمنا السنوات عدة لخدمهم 800 ألف كان يخدمهم 500 ألف هذه الناس تعطوهم 13 ألف دينار جزائري وإحنا ما تعطونا أولو ما هو مصير الشبكة الاجتماعية؟ نعم زيد فردك لقد كان لفضل كبير لقطاعنا قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتكفل بهذه الفئة الهمة التي ساهمت في الاقتصاد الوطني والتي تقارب أكثر من 180 ألف منتسب لشبكة الاجتماعية بين القرارات المهمة التي قرها السيد الرئيس الجمهورية هي الإدماج النهائي لهذه الفئة في مناصب عمل بعقود عمل غير محددة المدة في خمس ساعات في الأسبوع هل فيه في القرار هذا كان دراهم يزيدوا مثلا تلحقهم 800 طلعهم يقول لك أنا نخدم 8 سبايع كان يخدم 5 سبايع كل واحد كيفها القيطة نخدم أسبوع عشوية وهذا يريح ويدي 13 ألف دينار جزائري فسررنا في هذه القضية بالنسبة للأجر كان يتقاضى ما يقارب 5600 دينار جزائريا مع القرار الأخير مع القرار الأخير في تصنيف الوظيفة العمومية يتقاضى أكثر من 11 ألف دينار جزائري وفيه إمكانية ترسيم نهائي ترسيم نهائي مع متى؟ هناك هناك تدرج في قوانين وظيف العمومي يمكنهم مشاركة في المسابقات الداخلية التي تنظمها عندهم الأولوية الشبكة الاجتماعية لكي يتوظفوا أسبق من الآخرين لا ما يمكنهم المشاركة في المسابقات أمر آخر وهو تغطية الاجتماعية بالنسبة لهذه الفئة تعسبوا لهم الأقدمية لأنه كان يخدموا 15 كان يخدموا 20 سنة الشبكة الاجتماعية هل هذا تبقى لهم في الكاريير؟ هذه نصوص تنظيمية سيتم فصل فيها في القريب العاجل أستاذ في فئة وربما هي ليس تابعة للوكال الوطنية التشغيل ولكن ما عليك نسفد منك وهي فئة العقود المنتهية أو الفئة المنتهية عقودهم كي يجدون كما يجدون لهم ليس كي يجدون لخمس سنين خدموا عشر سنين وخارجوهم هل أنتم تقدروا يتعاونوا لأن هذه تابعة الوزارة تضمن؟ بالنسبة لكم ما تديرونها؟ عقود العمل في إطار الجهاز المساعدة لإدماج المعني أو عقود أخرى لا داس لا داس هذه منتهي عقودهم هذه هي الدايس لكن القرار خرج كي تاريخ التكفل بهذه الفئة الناس اللي سبق وانتهيت الأخرين يعقودهم يمكنهم تسجيل عن مستوى مختلف الملاحق المحلية لتشغيل والاستفادة من عروض العمل المتاح يخرجوا يعني من لاداس يجول عندنا كطالب عمل والكاريار تحوما ذاك المراسل اللي يخبرني يقول لك أنا خدمت عشر سنوات متكفلوا بي هل تراعون هذا الناس؟ ببعض نحن في التسجيل يكون عنده أقدامية راح نسجلوها وفي ملف التسجيل على المستوى الوكالة الوطنية للتشغيل لأنه الوقت رح يدهمنا نعطيك فرصة سيد الكريم لأنه في حديث على بعض الصفحات المشبوهة التي كل يوم تروح الفيسبوك تلقى هذه الصفحات الوكالة الوطنية للتشغيل تدخل داخل تلقى يعني ما هبى ودب فصرنا في الموضوع قبل هذه نسينا واحدة نقطة مهمة بالنسبة لي زيد فضلك بالنسبة لي فئة التي ستستفيد من ملحة البطالة أن هناك تكون عندهم تغطية اجتماعية أو يقدروا يستفادوا من بطاقة الشفاء وكذلك جميع خدمات صحية بالنسبة للمناشير المشبوهة بالنسبة للمناشير أو البيانات المشبوهة التي تنشر على المواقع التواصل الاجتماعي فمنذ إعلان الرئيس على هذه المنحة هناك عدة صفحات مشبوهة وكنا قدمنا ببيان للتنديد بهذه الصفحات ووجه دعوة رسمية من هذا البلاطو لجميع طالب العمل بعدم توجه إلى هذه المنصات والولوج إليها نظراً لخطورتها وكذلك الالتزام بما تقدمه الوكالة الوطنية للتجريل في منصتها الرسمية وفي موقعها الرسمي الوكالة الوطنية وهذا المنصة كذلك هي فرصة لإعطاء المعلومات الصحيحة من طرفكم السيد عبدالقادر جابر أنت المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل شكراً جزيلاً على كل هذه التوضيحات شكراً لك شكراً وشكراً موصول لكم مشاهدينا الكرام نتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة الخاصة بمنحة 13 ألف دينار جزائري من فريق العمل أجمال التحعية ومني أطيب المنا سلام شكراً لكم